ودع الرئيس عبدالفتاح السيسي أخيه عاهلة البحرين الملك حمد بن عيسى الخليفة بمطار العالمين الدولي بعد زيارة استغرقت عدة أيام صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي حرص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على توديع جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين من مطار العالمين الدولي بعد زيارته لمصر التي استغرقت عدة أيام للمشاركة في لقاءات أخوية تشورية ودية بين قادة مصر والبحرين والأردن والإمارات والعراق والتي ناقش فيها الزعماء مجمل العلاقات والمتغيرات على الصعيد الإقليمي والدولي اشتركوا في القناة